طبعاً أسواب الزيارة زيارة انتخابية من ضمن زيارات الوافدة عمالها الكذا حتة وكذا داورة محافظة وكذا وطبعاً احنا بنستمع وبنشوف وبنشوف بعد كده مصلحة للتحاد الكريسة لنفسه فيه وبنقرر بيزد على تقيامنا طبعاً قايمة نفسها بتلف على الاندية كلها والاندية في المحافظات وكذا عشان تعرف الناس بيهم طبعاً بي دوار على الأصوات يعني عشان فربنا سهل منشوف مهم اثنين من ابناء الأهل واثنين من الناس كويسة أو اثنين ألي فمنشوف ربنا اعمل في الكير دي بقرارات بقى مجلس الأدارة منشوف طبعاً هي لحظة فارقة طبعاً بالنسبة للنادي الأهلي وفي طريق النادي الأهلي لأننا أعضاء جمالة رمية طبعاً لازم يبحثين بالكلام ده ولازم يحبوا لمصلحة ناديهم لأن في الآخر انت بتتكلم على أن انت عاوز تدير النادي بتاعك جماعية عمومية عاوزة تدير النادي بتاعها ولا عاوزة حد يديرها لها لأن هي بالضبط كده اللاحة الاسترشادية دي ناس سواء لجنة أرمبيا سواء مزارة أو ايه هي اللاحة الدير النادي فيعامة جماعية عمومية زي ما شفنا مثلاً نادي اليوبنس كانوا على قد المسئولية فلازم طبعاً أنا عارف كواسقوي أن عضاء النادي الأهلي عندهم من الندوج والمسئولية أنهم مقدرين المواقف حق التقدير وعارفين كواسقوي أهمية أنهم يجوا من أول يوم حتى يوم الجمعة لازم كل الناس تبقى متواجدة في مدينة نصر علشان يصوتوا على اللايحة لأن اللايحة دي بعد كده هي اللي تبقى القانون بتاع النادي وهي دي اللي هتمشي النادي لأجيال بعد كده فإما إحنا نقدر إنه ننجح لايحاتنا إما هيحصل للنادي يعني أنا مش عايز حتى أفكر هيحصلية للنادي يعني طبعاً يعتبع مأساة لو النادي ما كانش عنده لاحياته الخاصة خاصة للنادي الأهلي لأنه طبعاً كل النادي له ظروفه مع احترامي كل من دي لكن النادي الأهلي بالذات له ظروف وتقاليد ونظم خاصة جداً من قديم الأزل وهي دي اللي موقفهاها للرجلي وهي اللي دي مخلايا للنادي الأهلي هو زي ما أنت شايفه النهاردة فطبعاً اللحظات دي مهمة جداً للجماعة الأمامية لازم ننجح اللايحة بتاعتنا وإن شاء الله أنا واثق إن الجماعة الأمامية في أول يوم هتضرب أرقام قاسية إن شاء الله إحنا طبعاً ميسرين كل الأمور اللي هو عشرين شمس طبعاً بنفسه بيتابع كلام ده يعني إحنا خدنا حتى قرار إن إحنا ندخل العربية جوة النادي بنحاول نحط لها أماكن عشان الحضور يبقى سهل المفروض إن إنت ما تاخدش روبع ساعة تلت ساعة ماكسموم ما بين إن إنت تدخل وتطلع من النادي علشان الناس ما تتعبش حطين أمن بره النادي عشان يدل الناس على الأماكن هيبقى فيه ناس جوة النادي كمان بتدل للناس إيه الخطوات اللي لازم تتعامل بحيث إنها تساهل عليهم إن كل حاجة تمشي على طول بسرعة بسرعة علشان الناس ما تحسش بأي ضغط أو بأي لود وتيبقى العملية سهلة علشان يقدروا توافدوا كتير فكل اللي إحنا بنبغي إن الناس تبقى شايفها تبقى شايفها حمية الموقف اللي إحنا فيه النهاردة وإنهم يجوا عشان يصوتوا على اللي النادي الأهلي عمره ما بيمشي وعكس القانون لو قانون بيقول أبيض يقب أبيض أسود يقب أسود وأي قرار إحنا ماخدينه أو بناخده بناخده بناء على القانون فإحنا قبل ما ناخد أي قرار بالزاد في موضوع الليحة جبنا الناس القانونيين جبنا أكتر من واحد الناس فتاحة في القانون وشغلهم من بعض منهم شغلهم اللوايح والقوانين الرياضة وحاجات دي وسألناهم هل إحنا ممكن هل في أي حاجة بتمنع بلاش نقول ممكن هل في أي حاجة بتمنع أن إحنا نعمل الجماعة على يومين في مقر الأهلي هنا أو في الجزيرة أو في مدية ناصر وكان الرد بالإجماعهم كلهم محدش قال إنه ممكن إنه لا في حاجة تمنع لو لا واحد منهم قال فإحنا في الآخر إحنا ماشينا على حسب القانون الأخبار طبعا المغلوطة ده دولاتي بقى ده الاتجاه تجاه دلوقتي أن حاجات كتير جدا في الإعلام بتطلع غلط محدش بيحسب حد كل واحد عزيه الحاجة بيقولها وأنت شايف المواقع واحد يكتب أبيض وصلها كل الناس رح تماشي أراها من غير ما يسأله وبعد كده يجي سألك فطبعا الأخبار طبعا بدأت لع كتير جدا غلط وإحنا في الآخر ما بقى لاش نلتفت للكلام ده إحنا ماشيين في سكتنا ماشيين بالطريقة الصحة وعارفين أننا على حق فخلاص اخترنا وجعلنا الردود بالجوابات وكله يعني مش هدخل قوي في الحتة دي إنها حتة تنفيذية ممكن لها 20 شمس يرد عليها ولكن خطوط العريضة طبعا إحنا أخترنا وجعلنا الردود والناس موافقة والمفروض كان فيه اجتماع أنا أفضل ما عرفش بس حصل فيه إيه وعندنا أسماء الناس اللي جاية آه يعني كله ماشي طبقا للتنظيم اللي إحنا عمليينه أرجو أن أنتو تيجو ومن أول يوم لازم النادي كله يتكلب عشان اللايحة بتاعته إحنا مش أقلم الناس تانية إحنا أجتمعت بالعكس إحنا النادي الأهلي اللي بيقود عادة ودايما الريادة من عنده آه فلازم إن شاء الله إن شاء الله نيبا تواجدين كلنا يوم الجمعة حتى منش يوم السبت لازم كل الناس تيجئ حتى يوم الجمعة في مدينة نصر عشان تثبت إن النادي الأهلي عنده وعي وندوق الدخابي ومصالح النادي عارفينها كويسة أويب